في رأيك قدقين متزوجين في حاجة شديدة لإعادة تكوين ترتيب منظومة القيامية فيما يخص الموضوع الجنسي يعني على سبيل المثال رسائل تجي لي يقولك تكتب لي كده في الرسالة زوجي يختصبني وده ضد القيم الأخلاقية للجنس هل هذا كلام صحيح؟ طبعا طبعا يعني فيه زوج يختصب زوجتك؟ أو بيحصل كتير قوي قوي وهل ده يعتبر لا أخلاقي؟ جدا طب اشرحي لي بقى أنه عشان ننقط على فكرة مهمة جدا أنا قبل ما تكلم عايز أقول حرثك أن فيه بعض البلاد الأوروبية اعتبرت أنه الإغتصاب داخل الزواج هو إغتصاب أو يعني ممارسة الجنس على عكس رغبة الزوجة حتى لو كانوا متزوجين ده بتوجه إليه تهمة الإغتصاب ده مش يتعرض مع الآية القرآنية فأتوا حرثكم أن ناشئتم؟ كويس أن ناشئتم يعني إيه؟ يعني عندما يريد الرجل أن يمارس الجنس مع زوجته يمارسها في أي وقت؟ خلق فسر يوضح إيلي يعني أوكي بس لألف الزوجية تحت مظلة كبيرة اسمها المودة والرحمة يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إحنا كلمنا برضو بالتفصيل في الحكاية دي قبل كده ومن آياتيها نخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فلازم يبقى في حالة من السكينة عند الطرفين وجعل بينكم في الاتنين مودة ورحمة يبقى بينكم يعني في النص على مسافات متساوية ما بين الاتنين فالمودة والرحمة اللي إحنا كلمنا عليها إن هو لازم الواحد يبقى لطيف ناحية التاني ولا يجبره على شيء خارج قدراته أو خارج قراته دي يعني خلاص بقى يبقى إحنا كده لازم حتى أن شقتهم دي تبقى برضو بموافقة الطرفين وتبقى برضو يعني بشكل فيه استمتاع عند الاتنين إذن فكرة الإختصاب دي واردة في الزواج آه طبعا يعني وارد رجل يختص بزوجته وده مرفوض ده مرفوض جدا يعني رازم يستأذن الزوجة يقول لها هل تقبلي ألا تقبليتم أنتم مرس الجنس الآن يعني مش بتيجي بالصيغة دي وما لقيمت أصل الست اللي بعدها بتسأل بتقول زوجي بيختصبني يعني ده كلام ما أنا بقول لحضرتك يعني هي معناه كده أنه هو بيجبرها على ممارسة العلاقة على عكس رغبتها وهي لا تستمتع يعني هما الحاجتين دول اللي هو ما قبل وأثناء وبالتالي بعد العلاقة هي بتشعر بالقهر وبتبقى خلاص يعني فين بقى بتنتزع حتة مظلة المواد ده والرحمة طبعا تجيبها مني فدي حاجة خطيرة جدا هو كده هو مش عارف أنه بيخسرها لأنه هو يعني بيمارس عليها قويا إجبار تاني حاجة ممارسة القوة تالت حاجة ممارسة القهر رابع حاجة نزع الغلاف اللي هو ربنا سبحانه وتعالى خاص به الإنسان واحد دون باقي المخلوقات اللي هو الاستمتاع والرضى النفسي ما بين الزوجين وهكذا للأسف في بعض الثقافات باعتبرت أن ده العادي بتاع العلاقة أنه هو طبعا ما هو جوزي ما هو لازم يعمل كده وهو بيعتبر نزير جولة وحتى بيقعد في جلسات السمر بالذات في الأرياف في المناطق الريفية كتير قوي بيحصل كده في جلسات السمر ما بينهم كل واحد بيتفاخر قد إيه هو عنيف مع زوجته إذن الإرغام على ممارسة الجنس بين الزوج والزوجة شيء غير أخلاقي تماما وأزعم أنا الله أعلم أنا لا أفتي بس أزعم كمان أنه هو حرام يعني أزعم كده يعني أنا في تقديري لما أجي أفكر في الموضوع لا أنا أشوف بس في حديث بتقول أن الست عندما تعرض عن زوجها بشكل ما وبآخر ده في معصية برضو وفي حديث بيقول أنه هو يوري الرجل ما يوري امرأته نهارا ثم يدعوها لفراشه ليلا ألا يستحي ألا يستحي ألا يستحي الرسول السلام ألاها ثلاث مرة